الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا وبدأنا على خير إن شاء الله مع حضرتكم دكتور خالد خميس من مصر هذا تدريس لكامل منهاج اللغة العربية إن شاء الله لإخواننا في دولة فلسطين للصف الحادي عشر للقسم الأول من اللغة العربية الخاص بالمطالعة والقواعد والعروض والتعلم قد بدأنا الدرس الأول بتدريس قاعدة النعت مع أنها تعد الدرس الثاني في المنهاج ولكن قلنا أننا بدأنا بأن نعتلي نقوم بتطبيقه على درس المطالعة الأول مظاهر عظمة الخالق سبحانه وتعالى الوحدة الأولى المطالعة مظاهر عظمة الخالق يقول الله عز وجل ألف لام هذه حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب الكتاب وهو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه ملاحظة طلاب الأعزاء لا نقتصر في هذا الدرس على شرح المعلم أريدك أن تقرأ للمفسرين تفسير ابن كسير وتفسير الإمام السعدي والتفسير الميسر وتفسير الجلالين وهكذا الإمامين بحيث أن أنت تتطلع أكثر وتتعرف على معاني كتاب الله أكثر والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله عز وجل ينبئ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله وأن القرآن هو الحق الذي نزل من عند الله عز وجل ولكن أكثر أهل مكة في هذه الآونات كانوا لا يؤمنون ويقول الله عز وجل هذا معناه أنه من عظيم قدرة الله عز وجل أن الله عز وجل رفع السماوات بقدرته وبسلطانه بغير عمد والعمد أو بغير دعائم حاملة ثم يقول سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش استوى على العرش هو استواء يليق بكمال وجلال الله سبحانه وتعالى وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى من واحد في مجلسه قال له كيف استوى أنا سؤال على آية في كتاب الله في سورة الرحمن في سورة طه يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فأجابه الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأن هذا سؤال لما لا يمكن إدراكه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وهذا معنه أن الله عز وجل سخر الشمس والقمر للإنسان تكريما له فما حركة الشمس والقمر إلا هي حركة في خدمة الإنسان يقول الله عز وجل كل يجري لأجل مسمى أي لنهاية معلومة محتومة دبر الأمر والله عز وجل الذي خلق الخلق لم يتركهم ولكنه سبحانه وتعالى يدبر أمرهم بعد أن خلقهم ثم ينزل عليهم آياته ويفصلوها ليكون بعد تدبير أمرهم تفصيل شرعهم الذي يقومون بأدائه من أجل صلاح أحوالهم لعلكم بلقاء ربكم توقنوا فما يكون من تدبير الكون وآياته ومن الإذعان لشرع الله عز وجل إلا ثمارة اليقين أن الله عز وجل يرزق الإنسان بثمارة اليقين ثم يقول الله عز وجل وهو الذي مد الأرض ومسطها وجعل فيها رواسي وهي الجبال الراسيات التي تثبت الأرض ولولاها لا اهتزت الأرض وما ثبتت وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين زوجين اثنين يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار هذا معنى أن الله عز وجل يجعل الليل يغطي النهار ثم تكون الدولة للنهار بأن يغطي الليل وتظل هذه العملية حتى قيام الساعة ولكل منهما دوره الليل للسكنة ومن أجل أن ينام الناس وأن يستعيد نشاطهم والنهار من أجل السعي والرزق وكل ذلك دعوة للتأمل وللتفكر وللتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله عز وجل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر أي أن الله عز وجل خلق الأرض قطعا يتجاور بعضها بعضا وبالرغم من أن القطع متجاورات إلا أنها تختلف هذه الأرض هذه أرض تمسك الماء وتنبت الكلاء تنبت الزرع وهذه أرض تمسك الماء ولا تنبت الزرع وهذه أرض لا تمسك الماء ولا تنبت الزرع فهذا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن نتأمل كيف أننا نسير في أرض تكاد تكون هي الأرض ولكن هذه أرض مليئة بالزرع وهذه أرض جرداء وهذه أرض زرعها ضعيف وهذه أرض زرعها كثير وهذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى وجنات من أعناب وزرع هذه الأرض فيها زرع ونخيل صنوان والنخيل الصنوان هو النخل يجمعه أصل واحد تجد أصل واحد ثم هذا الأصل يتفرع منه نخلتان أو سلاس أو كذا ثم ترى نخلة قد خرجت من أصل واحد هذا تدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فبالرغم من أن هذا النخل قد زرع في أرض واحد وسقي بماء واحد إلا أن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض هذا النخيل على بعضه الآخر في الأكل وهذا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بلائل كلها على قدرة الله الواحد سبحانه وتعالى ثم يقول تعالى بعد أن ساق جميع هذه الآيات الدالة على قدرته وإن تعجب فعجب قوله إذن إذن هم يقولون قولا يثير العجب أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هم يقولون أننا معجبون مندهشون من ماذا من وعدك لنا أننا إذا متنا وكنا ترابا أننا سنخلق من جديد وهذا أمر صعب عسير وإن كان هذا مثار عجبهم فمثار عجبهم هذا في حد ذاته مثار للعجب لماذا وقد أقر بذلك سبحانه وتعالى أعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ لماذا لأنهم يستكثرون على الله سبحانه وتعالى أن يعيد خلقهم من جديد ذكرهم الله بهذه الآية أن الله الذي خلقهم من عدم واستحدسهم ولم يكونوا في الأصل موجودون فيقول لهم الله عز وجل أن الله الذي خلقهم من العدم قادر على أن يحييهم بعد مماتهم وسنة الكونية ولله المثل الأعلى تقول أن أن إحياء الشيء أو إصلاحه أيسر من خلقه من العدم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقه لماذا لأنهم يخالفون الفطرة يخالفون العقد هم يتحججون ويقولون حججاً كلها واهية ويعلمون أنها واهية لكنهم يتطاولون بها على الله سبحانه وتعالى وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال مفرطها غل وهي القيود وهي قيود من نوع خاص يجمع بها يد المرء إلى عنقه وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يقول الله عز وجل أنهم يستعجلون العذاب بالعذاب مع أن الله عز وجل بالرغم من كفرهم وإساءتهم وتطاولهم على ذاته سبحانه وتعالى إلا أنه صبر عليهم ولم يعجل بعذابهم إلا أنهم يستعجلون الله عز وجل هذا العذاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات والمثلات هي العقوبات الفاضحات لأمثالهم والعرب كانوا على علم بما حل بالأقوام البائدة التي أنزل الله بها العذاب فهم يستعجلون بعذاب هم يعلمون أنه وقع من قبلهم على أمم كفر بالله كما كفروا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وهذا من سعات رحمته سبحانه وتعالى أنه يمهل الكافر لعله يؤمن ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ثم يسوق القرآن مسألة أن هؤلاء الكافرين يقولون لولا أنزل على النبي محمد آية من ربه دالة على نبوته يسمون هذه الآيات يقولون لولا أنزل عليه ملك يقولون لو أنه كان له بستان تجري من تحته الأنهار يقولون لو نزلت الملائكة في خدمته هم يسمون الآيات والله عز وجل يقول أنه إذا أرسل رسولا هو الذي يختار له الآيات البينات ولا يقترح على الله لذا الله عز وجل ينهى الكافرين عن أن يقترح له آيات لأن الله عز وجل كما خلق نبينا صلى الله عليه وسلم فصل له الآيات البينات على نبوته وعلى أنه نبي مرسل وكانت هذه الآيات مشاهدة وأولها كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم يقول الله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله سبحانه وتعالى من سابق علمه وأنه يعلم الغيب سبحانه وتعالى وأن علم الغيب يعني يختص به الله سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب أحد إلا الله فالله يعلم ما تحمل كل أنثى من أجنة في بطنها وما تغيض الأرحام أي ما تقل الأرحام كأن يحدث سقط للأجنة مثلا تغيض يعني تقل هذه الأرحام مما تحمله من الأجنة كأن ينقص وزن الجنين أو أنه يموت فيسقط وما تزداد أي ما تزداد الأجنة كل سانية من مادة هذا الجنين وكل شيء عنده بمقدار أي بحساب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فعلم الغيب عنده يتساوى فيه سبحانه وتعالى من أسر ومن جهر ومن هو مستخف بالليل أي متستر بسواد الليل وصلمته ومن هو سارب بالنهار أي قاطع سربه أي طريقه للعمل وغير ذلك في النهار فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى على علم الله سبحانه وتعالى شيء مهما كان ومهما دق ومهما أسر العبد أو مهما جهر سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله عز وجل يقول أنه خلق للإنسان معقبات أي ملائكة تتعقبه أي تحيط به هؤلاء الملائكة يكونون من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه وهم ملائكة حفظة موكلون بحفظ الإنسان من أمر الله أي بأمره سبحانه وتعالى ثم يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم أي إن الله لا يكشف هذا الستر أي أن الله لا يكشف هذا الحفظ إلا إذا قام الإنسان وغير ما بنفسه وتغير شيء بالنفس أي شيء من فطرها هو يغير شيئا فطر الله عليه هذه النفس أي أن النفس فطرت على الإيمان وهو يرغمها على الكفر فطرت على حب المؤمنين وهو وهو يرغمها على كره المؤمنين يخالف فطرته يغير الفطرة التي فطره الله عليها فما إن يفعل هذا إلا ورفع الله عنه حفظه وإذا أراد الله هذا الإنسان الذي خالف أمره وخالف الفطرة التي فطره الله عليها فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد به سوءا فإنه لا مرد له من هذا السوء ولا حتى الملائكة الحفظة لأنهم كما قال الله سابقا يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى فإذا كانت إرادة الله به أن يصاب أصيب ولا يستطيع أحد أن يدفع هذا السوء عنه وما لهم من دونه من وال أي من مدافع أو ناصر ثم يقول تعالى وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمع والبرق آية من آيات الله عز وجل إذ إنه ناتج من المتضادات من الماء والنار هو الذي يريكم البرق في السماء خوفا يخيف الإنسان بأن يصاب بصاعقة فتحرقه أو تقتله وفي نفس الوقت يكون هذا البرق للإنسان طمعا في نزول المطر وهو أصل الرزق وينشئ السحاب الثقاء وقد قال العلماء أن السحاب هذا يعني آلاف الأطنان يحملها الهواء ويسبح الرعد بحمده الرعد هو الصوت الذي نسمعه في السماء أو قيل أنه اسم لملك ويسبح الرعد بحمده أي يقول سبحان الله وبحمده والملائكة من خيفته أي تسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه وتعالى ويرسل الصواعق وهي النار التي تنزل من السماء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أي شديد القوة والحول والطول سبحانه وتعالى له دعوة الحق له دعوة الحق أي أن الحق لله سبحانه وتعالى والحق ما قاله الله سبحانه وتعالى والحق ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وهذا معناه أن الذين يدعون آلهة من دون الله سبحان الله لا إله إلا الله الذين يدعون من دون الله آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ثم قام الله ثم مسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يرفعون أيديهم لآلهة لا تنفع ولا تضر لتستجيب لهم دعاءهم بإنسان جالس عاجز عن أن يصل كفاه للماء هو يبسط يبسط كفيه في الماء لا يبسط كفيه إلى الماء وإلى هذه تدل على الغاية أي أنه يريد أن تصل يديه إلى ماء بئر مثلا على سبيل المثال ثم الماء بعيد فهو يبسط كفيه إلى الماء ويرجو أن يصعد الماء من البئر إلى يديه ليبلغ الماء فاه هذا لا يمكن هذا يستحيل فالرافع يديه إلى صنم ليستجيب له لن يستجيب له كباسط كفيه إلى ماء يريد أن يرتفع هذا الماء إلى كفيه ليبلغ فهو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي كل ما دعاه الكافرون لأصنامهم وما دعوا به أصنامهم كله ضائع ضال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرحا كل شيء في هذه الأرض تسجد لله سبحانه وتعالى طوعا بطواعيتهم وكرحا رغما عنهم وظلالهم حتى الظلال تسجد بالغدو والأعصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر وهذا أيضا من العجب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضر وهو الذي ينفع ففيما إذن الفائدة والجدوى من اتخاذ آلهة لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضر ولذا فإن نبينا إبراهيم حطمها بفأسه ولذا فإن الكلاب تبول عليها وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا ولا ولا تملك لنفسها نفعا قل 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 هل يستوي الأعمى والبصير إذا استوى ذلك عندكم ولله المسأل الأعلى فهل يستوي الأعمى والبصير وهل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم أن هناك أو أن هذه الأصنام ادعت أنها خلقت فما ادعى أحد أنه خلق وما قال أحد عن نفسه أنه خلق إلا الله سبحانه وتعالى فحتى مسألة الخلق التي تقول أن هذا إله لم يدعها أحد من الخلق كائنا ما كان منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة قل الله خالق كل شيء وهو الواحي للقه طلاب العزاء تضمنت الآيتان الثانية والثالثة مظاهر من قدرة الله تعالى ونعمه ظاهرة وباطنة نعددها هذا سؤال يسير إن شاء الله إذا اعتمدت على الشرح الذي شرحته في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم ما قولهم الذي كان مثارا للعجب نشير إلى ما يحمل كلا من المعنيين الآياتين في الآيات سق من الآيات ما يدل على الإيمان بوجود الله ووحدانيته وعناد المشركين وإنكارهم البعثة والنشور المناقشة والتحليل نبين الإعجاز الدال على عظمة الله في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها كل هذه أسئلة مجابة في الشرح إن شاء الله وانضح جمال التصوير في الآية الرابعة عشر وقد بيّنته لكم وهو تشبيه تمثيل شبه الله فيه حال الذين يدعون آلهة من دون الله بحال وأن هذه الآلهة لا تستجيب لهم ولن تستجيب كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرخام وما تزداد اختص الله هذا بعلمه كيف نفسر معرفة الأطباء جنين جنس الجنين قبل أن يولد هذه مسألة طلاب الأفاضل قد أفاض شرحها العلماء ورد فيها بأفضل كلام قالوا أن الله عز وجل قال الله يعلم ما ما تحمل وما هذا اسم مبهم دال على عموم ما تحمله الأم وهم يعلمون فقط يعلمون فقط شيء واحد وهو جنس الجنين أما الجنين بتفاصيله بكونه شقي أو سعيد بكونه صحيح أو سقيم بتفاصيله الكثيرة التي لا يمكن لهم أن يدركوها كل هذا كل هذا مردوده إلى علم الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الله عز وجل لم يقل الله يعلم من تحمل كل أنثى قال ما تحمل الأمر الثاني أن الله عز وجل يعلم ذلك بلا واسطة وهذا هو علم الغيب فعلم الغيب أن الله عز وجل يعلم جميع ذلك بلا واسطة أما الطبيب فيعلم ذلك بواسطة وهي السنار على سبيل المثال جهاز معين يوجهه إلى بطن الأم ويعرف من خلاله جنس الجنين فلا نقول لمثل هذا أنه يعلم الغيب إذ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل لا نقول لرجل قام بالاتصال الهاتفي رجل من الأردن اتصل برجل من العراق ثم أخبره الرجل الذي من العراق في الهاتف أنه فعل كذا وكذا وكذا أن هذا الأردني يعرف الغيب لأنه يعلم شيئا حدث أو جرى في العراق هو علمه بواسطة والواسطة كانت الهاتف وهذا لا يدل أبدا على أنه يعلم الغيب وإنما علم شيئا من الغيب بواسطة أو يعني كما نقول أجلى له هذا الغيب وواسطة والعلم بواسطة ليس علم ليس علما بالغيب كل هذا تستطيع إجابته إن شاء الله بعد سماع الشرح مرة أخرى هنا جاء لك بكلمات متجانسة بينها جناس وهي التشابه في الحروف ولكنها تختلف في المعنى قال تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أي شديد القوة والبطش شديد الحول والطول دوام دوام الحال من المحال والمحال هو ما لا يعقل أو هو المستحيل الذي لا يمكن أن يحدث أغلق أغلق التجار أبواب المحال تجارية والمحال هي الدكاكين أو المتاجر التي يبيعون فيها وضائعهم نظر القاضي في الأمر المحال إليه أي المعروض عليه اجتملت الآيتان العاشرة والسادسة عشرة على أمثلة مختلفة من الطباق والطباق هو التضاب أو الكلمة التي عكس الأخرى نستخرجها وهذا أمر يسير على طلاب هذه المرحلة إن شاء الله وردت ما في الآية الحالية عشرة ثلاثة مرات نبين نوعها في كل مرة وهذا سأساعدكم فيه إن شاء الله نعود إلى الآيات الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ماء الأولى هذه هي ماء الأولى وهي اسم موصول يدل يدل على عموم ما لا يعقل وما لهم لا يغير ما بقوم أي لا يغير الذي بقوم حتى يغير ما وهي مثل الأولى موصولة وبقوم وبأنفسهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب هنا يقول الله عز وجل ما هذه السادسة التي يقصدها الكتاب وما لهم من دونه من وال وهي هنا حرف يكانت هنا اسم موصول أما هنا فهي حرف نفي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يعني أرجو من الله عز وجل أنه إذا كانت هناك أي ملاحظات أن ترسلها لي من أجل أن أقوم بتعديل ما يمكن تعديله قبل أن نتم المنهج على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته